السلام عليكم وبركاته من الاستراحة واليوم حول شجرة التين ودي أتكلم اليوم عن موضوع خطر جدا اليوم اللي هو المنافقون حولك وحول الدولة كلمة منافق من النفق يعني واحد يظهر شيء ويخفي أشياء من تحت الطاولة واحد وما أكثرهم حول أصحاب المناصب أو أصحاب الفوائد يعني واحد مفيد وواحد بيستفيدون منه يضحاك لك وهو من تحت لتحتي جس السم من تحت لتحتي شوه سمعتك من تحت لتحتي حاول إغتالك من تحت لتحتي حاول إصرق أفكارك من تحت لتحتي حاول أن يثير أعدائك يحاول أن يثير البلبلة قلبه أسود هؤلاء هم أشد الناس عليك لو يعني لو علم الناس أن المنافقين اللي حولهم هم من يعرفون أسرارهم هو أول من يقتلونكم لو حصل شيء لما قربت أي منافق حولك لأخذت من ينصح اللي ينصح هيك ترى يخاف عليك اللي ينصح هيك ترى منصح اللي ينصح هيك أن تستفيد من النصيحة وتتخذه عدو والمفروض العكس أبوكمك ينصحونك ليسوا منافقين يخلونك أحسن واحد ولذلك كثير من أصدقائك اللي يقدمون لك النصح أنت عادة تستفيد من نصحهم وتتخذهم أعداء ولذلك نقول هم خطيرين على الدولة أول من يطعن المسؤولين لو صار مشكلة هم أول من يدعم الأعداء هم حتى في عدة الرسول ما ذبحوا وبهذلوا وسبب مشاكل الدولة من أولها لآخرة لهؤلاء المنافقين الذين يظهرون شيء ويخفون أشياء وهؤلاء هم الخطيرين حولنا أنت تلاقي منافقين حولك في المدرسة منافقين في الجامعة منافقين في العمل منافقين في كل مكان منافقين في الشركات يفسدون الحياة يشوهون سمعتك تنزل مقطع يسبون ويتكلمون ويحطون شيء وافق أن يبتزوا أن يبتزوا القطيع يأكلون القطيع يأكلون من ظهور الضعفاء يا سلام تكلمت ضدهم في أي موقف قد أقيمت عليك النار يحاربونك من تحت النفق ولا تدري منهم هؤلاء هم أعداء الله وعداء رسوله وعداء المسلمين وعداء الأمة وعداء البشرية من أول الزمان إلى آخر الزمان وهؤلاء في قهر الجهنم ويل سيكون لهم ودي في عمق في عمق جهنم المنافقون خطيرين على الدولة المنافقون يتلصقون بالمسؤولين المنافقون قد يبتزوا المسؤولين يجيبوا لهم خمور قد يورطونهم في مخدرات يخدرونه في بنات يورطونهم في شيء ثم يبدأون يبتزونهم من تحت التحت هم عادة حول أصحاب المصالح وعادة يدمرون من يوعي الناس اللي وعي الناس يدمرونه وممكن لفقوله تهم مع اساس ما تظهر سفاهتهم وعقولهم ودنائتهم واتفاقاتهم مع الدول الأخرى تلاقي لهم رواتب من دول أخرى إذا كان حول شيء سياسي أي وزير حوله وشلة منافقين طوال التاريخ هذا ما يحصل في العالم إن كان ذلك الملك يبتسم حتى لو سبيته وهو من تحت يغلي وهو أول من يطعنك لو صار شيء وهو أول من يفتح بيتك لو صار شيء وهو أول من يفشي سرك لو صار شيء وهو أول من مليء بالحقد عليك ليس مثل أولئك الذين ينصحونك ويعملون معك ويشتغلون معك ويدون مصلاحة تقول لهم مصالحهم وهذا بلدهم لا هؤلاء هم أعداء الله ورسوله أعداء البلد ولذلك منافقين على الكبير وعلى الصغير وعلى المدرسة وعلى الطالب وعلى الأم وعلى كل شيء موجود منافقون حولهم زرعهم الله عز وجل يبين الخبيث من الجيد